النهاردة يوم حماسي بامتياز لأن عندنا حدثين رياضيين مهمين واحد محلي والتاني عالمي إن شاء الله أربعة ونص منتخب اليد اللي مشرفنا وبيمتعنا ورفع راسنا هيلعب النهاردة ماتش مهم جدا قدام البحرين وإن شاء الله يكلل بالنجاح ويسعدنا ويتأهل لقاءه مع الدنمارك يوم الاثنين مباريات حماسية وأداء اليد يعني فوق الممتاز وفوق الرائع وإن شاء الله يا رب الحماس والمتعة دي تنتقل الحدث المحلي بقى اللي هنشهده النهاردة بالليل تمانية ونص تمانية ونص إن شاء الله ده بقى يعني ده اللقاء بقى اللي هم دايما نقولوا عليه من زمان لقاء القمة وده اللي بتنتظر الجماهير في مصر مش بس في مصر لكن في كل الدول العربية لأن شعبية ناجي الأهلي وشعبية ناجي الزمالك يعني شيء غفوق العادي بالنسبة لكل الدول العربية مش بس بالنسبة للمصرين إحنا بنتمنى إن يكون اللقاء اللي بينتظروا الملايين من الجماهير المصرية والعربية ويكون ساعة تمانية ونص بتوقيت القاهرة وإن شاء الله وهو في الاستاد على فكرة في الاستاد الدولي تبقى مباراة لطيفة وجميلة وهادئة في النهاية من قبل الجماهير ومحبي الكورة يستمتعوا بمباراة القمة إن شاء الله يعني زي من قول نهاردة يوم حماسي يوم تشجيع وبإذن الله زي ما الأستاذة بتقول النهاردة يعني تخرج مباراة القمة الأهلي والزمالك أي أن كانت النتيجة يكونوا أمتعونا وأسعدوا جمهور الندين الكبار اللي لهم تاريخ كبير جدا جدا من حب الجماهير العربية والمصرية ويبقى لقاء ممتع لقاء فيه فنيات عالية والجمهور يستمتع سواء اللي موجود في الاستاد أو اللي هيكون موجود خلف شاشات التلفزيون بيتابع بنفس الحماس ونفس السخونة هتبقى في بيوتنا وعلى الأهاوي وفي أماكن كتير أوي اللي هتتبع النهاردة الشاشات بإذن الله شيرين بس هايزة أقول حاجة كلمة واحدة يعني السخونة دي مطلوبة ومهمة والأهلوية والزمالكوية والآخرين كل اللازم لازم لازم متوصلش السخونة دي لدرجة التعصب كده إيه رأيك أنت التعصب الرياضي في النهاية فيه فريق خسران وفيه فريق فايس ببساطة شديدة يعني مش معضلة كبيرة وفي النهاية دي الرياضة قوليني أنت بقى أنت المتخصص قوي في الرياضة في البرمان لا مش متخصص قوي بس أنا هقول لحضرتك حاجة أنا أهلوية باينة هو وزوجي زمالكاوي ومع ذلك إحنا يعني الحمد لله ما بيكونش فيه أي خسار في الأرواح ولا إصابات مش منه دي على فكرة بس حقيقة يعني الكرة في النهاية متعة والتعصب اللي إحنا بقينا نشوفه للدرجة العالية دي دي حاجة يعني دخيلة علينا مش عايزيننا هتوصل لدرجة أنها هتقلب المتعة إلى نكاد وزعل إن شاء الله ربنا ما يجيبش زعل إن شاء الله كله يبقى مستمتع النهاردة ترجمة نانسي قنة